أسوأ الأطعمة المتواجدة بثلاجتك الطعام السيء ليس فقط خارج المنزل الطعام السيء ليس فقط خارج المنزل وليس موجوداً في المطاعم فقط فهل تعلم ما الأطعمة السيئة الموجودة في ثلاجتك؟ سنعرض لكم أسوأ عشرة أطعمة والتي غالباً تكون موجودة في كل منزل وسنترح أيضاً بعض البدائل لها لننعم بنظام صحي وأهلاً المايونيز من أسهل المصادر التي تمتك بسعرات الحرارية والدهون والحقيقة أن الاستخدام المعتدل للمايونيز غير دار كحد أقصى مقدار ملعقتين شاي لذلك لكل محبين المايونيز ينصح بتقليل الكميات المتناولة منه أو استبداله بالمايونيز قليل الدسم المشروبات الغازية والصودة المشروبات الغازية والصودة والمشروبات المحلّة من أسوأ العادات الغذائية المنتشرة والتي تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية ولترتيب الجسم فالحل الأمثل هو شرب المياه النقية ويمكنك أيضاً تناول الشاي الأخضر لاعتباره من المصادر الغنية بمضادات الأكسادة اللحوم المصنعة اللحوم المصنعة كاللانشون والبلوبيف واللحوم المبردة تعد في قائمة الأطعمة الضارة لاحتوائهم على نسبة عالية جداً من الصوديوم وأحياناً نسبة كبيرة من الدهون لذا ننصح بالاتجاه نحو تناول اللحوم الطازقة لتفادي نسبة الصوديوم السجوء والنقانق المقلية تصنف ضمن اللحوم المصنعة أيضاً ويحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والدهون ويفضل استبدالهم باللحوم الطازقة المشوية منتجات الألبان تحتوي منتجات الألبان على كالسيوم ولكن أيضاً تحتوي على نسبة من الدهون والكروسترول ولكن يمكنك تناول منتجات الألبان قليلة أو منزوعة الدسم لتفادي كل تلك الكمية من الصعرات والدهون تحتوي معظم الثلاجات على عبوات الأيس كريم والتي تؤثر على نسبة الدهون والكروسترول لديك لذلك ننصحكم بتناول الأيس كريم قليل الدسم ويمكنكم أيضاً تناول الزبادي مع بعض الفواجه الطازقة كبديل له سوس الصلة الكريمية هل تحتوي ثلاجتك على عبوات سوس الصلة الكريمية؟ كل ملعقتين طعام من سوس الصلة الكريمية تحتوي على الكثير والكثير من الصعرات الحرارية والدهون لذلك قلل الكمية المستخدمة إلى ملعقتين طعام في اليوم قوالب الزبدة دائماً ما تكون قوالب الزبدة محملة بالدهون المشبعة والحل يكمن في استبدال الزبدة بزيت الكانولة أو زيت الزيتون في الطاهية البطاطس المجمدة من العناصر الأساسية الموجودة في كل ثلاجة والمحملة بالصوديوم والدهون والحل الأفضل هو تناول البطاطس الطازقة والتي تحتوي على نسبة أقل من الدهون والسعرات الحرارية والصوديوم فريق كل يوم معلومة طبية يتمنى لكم حياة صحية وآمنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة